السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنبدأ النهاردة ملخص في المزاد السرولت في واحدة من الجزر المعجورة واللي كان موجود عليها سبع أشخاص كلهم مغم عليهم وأول لما بيفوقوا بيحاولوا يسعدوا بعض انهم يفقوا قديهم بس الشخص الوحيد اللي كان متعذب فيهم هو الرجل العجوز وكانوا كلهم موجودين في بيت وسط الجبل اللي موجود على الجزيرة واللي مكانش حد موجود عليها غيرهم وبسبب عطاشهم واحد منهم بيفكر يشرب من الميا الموجودة بس معظمهم كانوا قلقانين ان الميا يكون موجود فيها سم بس ساعتها بيقول لها انهم لو كانوا عايزين يقتلونها كانوا قتلونها من زمان وابتدى يكمل شهر بهو واللي حواليه ومن ضمن اللي موجودين ودي في الطيران اللي كانت آخر حاجة فكرها وهي بتستعد انها تسيب الفندق وتركاب رحلتها الجديدة وساعتها بيجي الشخص وبينيمها وبيفتكر مجموعة منهم ان السببب الاساسي لخطفهم هي الفدي انهم اكيد هيتوصلوا معهم عشان يطلبوها ويرد عليهم الشخص التاني وبيقول لهم انه كان في مؤتمر طبي ودخل عليه شخصين وحصل له نفس اللي حصل للمضيفة بيبقى ده اللي حصل ليهم كلهم بس وقتها بيبدأ الراجل العجوز انه يتكلم باللي كانوا معزبينه وشايلينه ضغفره وبيقول لهم انهم عايزينهم كلهم انهم يتقلموا والموضوع مش مجرد فدية ولا طلب فلوس وساعتها بيفكروا انه اكيد في بينهم حاجة مشتركة ده السبب اللي خليهم كلهم يتجمعوا في المكان ده بيبدأ اول واحد وبيقول لهم انه هو ضابط في الشرطة واسمه سايمون بيبدأ الشخص التاني انه يتكلم وبيقول لهم انه هو رجل اعمال كبير في المكسيك وان اسمه استيبان وبيكون جنبه امراته مرته وبنته لوبي اللي كانت محامية في حول الانسان وبيبدأ دكتور ارماندو يعرفهم على نفسه وبيقول لهم انه هو طبيب جراح وبتكون المضيفة اسمها تريزا اما العجوز فهو خساه بس فجأة بيبدأ الراديو انه يشتغل بيكلمهم شخص غريب من خلال الراديو وبيقول لهم انهم مموودين في لعبته فيه تلات قواعد لازم يلتزموا بها خلال اللعبة اولها انهم يختاروا الشخص ما بينهم انه يموت وتاني قاعدة انه لازم الشخص اللي اختاروا يوافق على الموت اما التالتة فمفيش اي حد يتطوع انه يختار نفسه انه يموت قدامهم ساعة واحدة عشان يختاروا من لها يموت ووقتها بيبدأ الخوف انه يعموا وسطهم ويحاولوا باي طريقة انهم يهدوا نفسهم او يخرجوا من المكان يبدأ استبيع انه امراته مرته انهم يفكروا انه بيعمل كده عشان يوصل لأعلى مبلغ فيديه وللأسف مطلوب منهم انهم ينفزوا اللعبة وإلا كلهم يموتوا بس بعدها بتظهر تريزة بتقولهم انهم ممكن يختاروا الشورتي سيمون انه وظفته هي حماية الناس بس بعدها بيظهر العجوز وبيبدأ انه يرشح نفسه انهم يختاروه بحكم انه اكبر سنا منه وكمان مش عايز حاجة من الحياة طبعا بيبقى بالنسبة لهم كلهم هو الاختيار المناسب بيبدأ ارماندو يشجحهم على كده يقولهم انهم في العمليات لو في جهاز استنشاء واحد في شخصين واحد عجوز والتاني شاب صغير بيختاروا الشاب الصغير عشان ينقذوه الوحيدة اللي كانت معترضة هي لوبي بس ما بدأتدارش تعمل حاجة قبل لما بيختاروه بيقولهم انه عمل حاجات كتير في حياته ندمان عليها ولازم نهايته تكون كده بس وقتها بيطع كلامهم شخص غريب بكناصة وبيدخل عليهم وبيقت الخساة وبيبدأ الصوت الغريب يرجع مرة تانية وبيفكرهم بالقاعد واللي ملتزموش بيها وعشان كده قتله خساة بس فجأة بيتفتح باب الاوضة اللي موجودين فيه وبيدخلوا بعدها لأوضة غريبة وكبيرة وموجود فيها عدد كبير من الالعاب بس بيلاحز ارماندو عدد كبير من الازرف وجودها على واحدة من التربزات ومكتوب عليها اقرأ فعلا بيبدأ بعد شوية انه يمسكها ولما بيفتحها بيبقى مطلوب منهم لعبة معينة لعبة عبارة انه يسأل كل واحد فيهم سؤال كان نصيب السؤال الاول ارماندو وبيسأله من رئيسه في الشغل ولما بيديهم اسمه بيبدأ سيمون انه يكتب اسمه بالحروف على برده قدامه سؤال التاني من نصيب تريزا بيقول لهم انها مدمنة بيسألها على نوع العقار اللي هي مدمنة وطبعا ارماندو كان عارف بحكم انه دكتور طبعا الاعراض اللي ظهرها على تريزا وانه باين عليها اعراض اللي انسحاب بيجي بعدها دورلو بي بيسألها على الشهادة اللي زورتها كانت في انهي مرحلة بتقوله انها في مرحلة السنوية بيجي بعدها السؤال على سيمون بيسأله عن اسم الشريك اللي خانه وبعدها بيسأل مارتا عن اسم اختها اللي ماتت قس الغريب اني بنتها مكتش عارفة اني ليها خالة من الاساس ومش عارفين ايه السبب اللي خلي مارتا تخبي عليها حاجة زي دي تصدمها وقتها لما بتقولها ان اسمها اوفيليا بتقولها انها مقالت لهاش عشان ما تدفع عمر صغير قبل لما هي تتولد اساسا بيجي السؤال على خسيئ اللي مات مطلوب منهم يعرفوا لقبه وما كانش قدامهم غير انهم يكتبوا المتقاعد وبيرجع السؤال مرة تانية لتريزا بيبقى مطلوب منها انها تقولهم على اسم التاجر اللي بتجيب منه المخدرات طبعا الجريب ان كل الاسئلة اللي بيسألها لهم تكون اسئلة شخصية ومحدش يعرفها غيرهم وطبعا في النهاية بتكتمل البورد اللي على الحيطة بيكون مجموع الحروف الاولى من كل سؤال وهي باسم الشخص واسمه بابلو جيجا بس ساعتها بيتفاجئ سيمون وبيعدل الاسم وبيقولهم ان اسم البابلو فيجا وانه قاتل سادي وكان فاكر انه بطل وطبعا سيمون كان عمل معه مطاردة اكتر من مرة وكل مرة كان بيهرب منه وانه قتل عدد كتير من القضاء والمستشارين ورجال الحكومة وكانوا كلهم فاسدين وفي يوم من الايام جالوا مكالمة من شخص مجهول عن مكان اللي موجود فيه بابلو واول لمواصل للمكان كان خايف من المواجهة اللي هيعملها بس بيلاحظ ان فيه ظل ظهر فجأة قدامه بساعتها فكر الظل ده لبابلو افتكر وقتها انه هيقتله عشان كده قتله سيمون الاول وللاسف الظل ده ما كانش لبابلو كان لمراته بساعتها بيه ومتأكد ان بابلو هو اللي حابسهم في المكان ده ويبدأ بعدها ارماندو هو كمان ين يعلي صوته يكلم بابلو يقوله انها وصلت للمستشفى وهي ميتة وكمان هو عمل كل حاجة عشان ينقذه وكان يقصد في كلام وقتها هي ام بابلو اللي جات له المستشفى ومعرفش ينقذه لانها كانت عاملة حاد سابل عربية بسواق سابها وهرب استر الغريب ان اول لما بتسمعت ريزا بتقوله انه كدهب لان الحقيقة انها هي اللي كانت السوائل اللي خبطته وانها هربت فعلا لانها كانت خايف لما حست بالندم رجعت تدور عليها في المستشفى ولقيتها فعلا انها لسه عيش عندها قصور بسيطة في كسمه وكمان مش هتموت ويكون كويس بس وقتها ارماندو ما كانش عارف يرد عليها وبيكذبها بيقولهم انه هيصوت انه هيختار تريزا انها هتموت بس فجأة بيبدأ التسجيل انه يشتغل مرة تانية في القوضة اللي فيها وبنسمع منها شهادة الممرضة اللي كانت مع ارماندو تدت تقول ان فعلا رجليها كانت مقصورة وكانوا لازم يعملوا لها عملية جراحية بس وقتها ارماندو بيتسبب في خطأ طبي يخرم الريئة بتاعتها بغم ان الفنيين اللي معها حذروا انه غلطان بس بيصمم على رأيه وفعلا بتموت وده فعلا اللي حصل هو بلو كان حاضر الموقف كله وهو صغير بسرعة بتبدأ تريزا انها تصوت انه الدكتور هو اللي يموت بيزار بعتها استيبان وبيقول لهم ان هما ستة تلاتة منهم هو وعيلته استحال حد هيختار منهم انه يموت عشان كده لازم يختاروا واحد منهم هما التلاتة اما تريزا او سيمون او ارماندو استيبير جع سيمون يتكلم بيقول لهم انه قبل ما يختار مين هيموت لازم يعرف العلاقة بين استيبان وعيلته والمشكلة اللي حصلت بينهم مع بابلو بسرعة بترد عليه مارتا بتقول لهم ان ام بابلو وبابتريشيا كانت شغالة خدام عندهم ساعتها كانت حامل وبتصمم انها تمشي من عندهم ووقتها بتظهر نظرات غريبة بينها وبين جوزها ده اللي خليهم كلهم يشكوا انها كانت حامل من استيبان نفسه وان بابلو يبقى ابنه ولما بينكره بيرجع باب الاوضة اللي موجود فيها يفتح للمرة التانية وطبعا ما كانش قدامهم كلهم غير انهم يعادوا من الباب ده ده لما بيدخلوا الاوضة مليانة صور وعنوين غريبة ومطلوب منهم انهم يدوروا في التفاصيل عشان يوصلوا للحقيقة وبتكشف وقتها تريزا ان لها ابن اسمه ماتيو بتعترف في الكلام ده للوبي وبسرعة بتروح لامها وابوها وبتحكي لهم عن اللي قدرت توصلوا بس المفاجأة انهم بيعرفوا من السور ان بابلو يبقى خالته هي مرتا طبعا بنتهم لوبي مكادش عارفة بالسر ده يديهم بعدها سيمون صورة تانية وجود فيها مساحة عقلية مكتوب ان بابلو اتولد هنا طبعا ما كانش قدام مرتا غير انها تحكي عن اللي حصل تقولهم ان اوفيليا كانت اختها كبيرة للأسف كانت على طول مضطربة ومكتئبة وكمان حاولت تنتحر اكتر من مرة ساعتها بيقرروا انهم يودوها المستشفى العقلية اطروا انهم يستخدموا معاها جلسات الكهرباء وللأسف واحد من الموجودين في المستشفى اخصبها وخلفت واضطروا وقتها انهم يولدوها هناك وساعتها كان ابنها عليه علامة على دراعه بعد لما بيتولد بيحاولوا يدو المرتا بس للأسف فترفض انها تاخده وبتسيبهم وتمشي طبعا كانوا كلهم مزولين من القصة اللي سمعوها بس وقتها بيقولهم ارماندو انه مش فارق معاها يموت لوحده ولا معاهم بس اكيد استيبان ومراته مرتا هيفرق معاهم ما يشوفوا بنتهم بتموت قدامهم بساعتها هيبقوا مضطرين انهم لازم يضحوا بواحد فيهم عشان طبعا ينقذوا بنتهم من الموت وده اللي خلاهم وقتها انهم يفكروا يرشوا تريزا تقولولها انها بسبب ابنها ممكن تضحي مقابل ان هيش حياة كويسة جدا وكمان هيدخلوا احلى مدارس وافضل جامعات وكمان افضل وظيفة اول لما يخلص الجامعة طبعا في البداية تريزا بتقتنع بكلامهم ترجع تقولهم انها استحالة تعمل كده انهم مجبرين هم ومراته انهم يختاروا واحد منهم وإلا هيشوفوا بنتهم وهي تموت قدامهم ساعتها ما يكنش قدام استبيان غير انه يختار نفسه ان يموت وبيشاور بعنيه لسيمون انه يختاره فعلا سيمون بيفهمه وبيرفع ايديه وبيختاره يكمل باقي الفريق الاختيار على استيبان استيب ترجع مرتا تغير رأيهم وبتقوله انه مالوش علاقة انها هي السبب في كل اللي بيحصل وبسبب اللي عملته في بابلو بقى مجرم وفعلا بيغيروا كلهم رأيهم وبيختاروا مرتا وبتبدأ فعلا انها تجاهز نفسها عشان تموت بانها بتعمل ده كله عشان تنقذ بنتها بيتفاجئوه لما الطايم بيقف انها اقترابيزة كبيرة مليانة اكل واطلوب منهم انهم ياكلوا ويستمتعوا كمان مش نسيين الحباية بتاع التريزة واللي بتصمم انها كامل وما تخدهاش مرة تانية فعلا ما بيهتموش كلهم باللي هم فيه وبيبتدوا ياكلوا وده لان الموضوع خلاص ما بقاش فارق معاه استيب يفاجئهم سيمون بعد لما سمع الكصة اللي قلتها مرتا ان خسيئ الشخص العجوز اللي تقتل في الاول هو المختصب ده الزنب اللي عمله ما كانش مسامح نفسه فيه وعشان كده عزبوه وخلعو دوافره ولما بيبند سيمون ايده على الاكل بيتعور بيكتشف ارماندو ان ده بسبب سكينة موجودة جوه اللحمة كمان مكتوب عليها افعلها بنفسك فجأة بيرجع الطييم انه يشتغل مرة تانية بيبدأ انه يتحرك انه يتخلص من مرتا طبعا استيبان بيبدأ انه يدافع عن امراته وبنته بيبدأ انه يهاجم ارماندو وبعد محاولات كتير بيدخل السكينة في فطن ارماندو وبيقتله ولما بيتلاقي تريزا انه خلاص هيموت بتروح له بتبدأ انها تسترجاه وبتقول له انه هو الفرصة الوحيدة اللي يخرجون من هنا وطبعا توصد من كلامها انه هو يوافق انه يموت ده لانه كده كده ميت ولما بيبقى انه موافق بيصوتوا كلهم انهم يقتلوه وبيمسك استيبان السكينة وبيضربها في قلبه وبيقف فعلا الطييم في اخر ثانية وبيتفتح ليهم بعدها باب الخروج للجزيرة بس بيتفجأوا بعدها انهم موجودين وسط متاهة كبيرة جدا على الجزيرة وكمان وراهم شخصين بسلاح عشان يقتلوهم ساعتها بيفترق كلهم عن بعض وبتضطر تريزا انها تاخد الحباية اللي معها بعد شوية بتنجح فعلا تريزا انها تخرج من المتاهة لما بتخرج بتخبطها عربية يظهر ان اللي سيئ العربية هو بابلو وانه في نفس الوقت هو الزابط سيمون اللي كان موجود معهم طول الوقت دايما اللي كان بيفهمه من الخطوة اللي بعد كده كمان اللي بيفتح لأبواب وبيرجع يركب عربيته مرة تانية ويدوس بيها على تريزا وبيخلص عليها وبيوصل بعدها استيبانه مراته مرته وبنتهم لوبي للشاطر بيلاقوا مركب هناك بيركبوها بسرعة السيبيل حاهم سيمون وبيشور لهم عشان ياخدوا معهم ينقذوا وساعتها بتوقف لوبي أبوها عشان ياخدوا سيمون معهم لما بيطلع المركب بتشوف مرته العلامة في ايده بتتأكد بعدها ان هو نفسه بابلو ساعتها بيثبتهم بالسلاح وبيجمحهم كلهم في مكان واحد على المركب وبيقول لهم انها يلعبهم لعبة الروليت الروسي يديهم مسدس في رصاصة واحدة مسدس ده هيستخدموا استيبان ومرتة يبدأ كل واحد منهم يستخدموا مرة واحدة ولو ما عملوش كده هيئة البنتهم بيبدأ الدور بمرتة لما بيلاحظ بابلو انها مش قادرة تموته يقول لها ان استيبان كان بيخنها طول الوقت وكمان اللي كان بيخنها معها بازميلة بنته صغيرة لوبي وكمان مش هي الوحيدة اللي كان بيعتدي عليها من زميلتها بس الجريب ان بنته هي كمان حاول يعتدي عليها وهي صغيرة لما بترجع مرة تانية وبتحاول تقتله ما بتقدرش برضو ساعتها بيدي المسدس لاستيبان واللي ما بيترددش ان يقتلها بس ما بتطلعش الرصاصة المفاجأة لما بيبان بعدها ان لوبي بتبقى شريكة بابلو وانها على علم بكل اللي عملو وده لانه من فترة جيه وقابلها حكلها عن كل اللي حصله وكمان بسبب اللي عملو فيها ابوها وفي زميلتها ولما بتحاول تقتله هي كمان ما بتقدرش بيضطر بابلو ان هو اللي يقتله بنفسه وبيضربو بالرصاصة في دماغه مش بيبقى غير امها اللي بيكرروا انهم يقهربوها زي امو لما حصل فيها واس كده يا سيدي هدمتم في امان الله كل اللي وصل للاخر انتوا احلى واكدع ناس تعملونا بقى لايك عشان نعرف اخر واحد وصل موسيقى